كما قام فخامته بزيارة إلى مدرسة السلام الخاصة لأبناء اللاجئين والنازحين في المنطقة وقد تعرف فخامته خلال الزيارة عن المشاكل التي تواجه التلاميذة هناك الحبيب حامد للمرة الثانية وضيف جات اللاجئين منذ أكثر من 13 عاما وهي تحافظ على موقع الإيجابي حيث يظهر ذلك جليا من خلال توفير أراضي للزراعة وتعين بعض المدرسين في مدارس المخيمات وفي عامي 18-19-2000 تم تعزيز الشراكات مع المرافق الإقليمية والوطنية لتعزيز ملكية خطة التنمية المحلية سيما في مجالي التعليم والصحة ولم يكتفي رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بسد التريق لجماعات بوخ حرام بالكفاح المسلح فقط بل استخدم كل الطرق الممكنة من خلال قرث ثقافة السلام وتعليم أطفال اللاجئين والنازحين الذين يعد أمرا في غاية الأهمية زيارته لمدينة باقاسولا حضرة مقاطعة كايا الواقية في أقليم البحيرة لم تقتصر على اللقاء مع القوى الحية ورجال القوات المسلحة فحسب بل قام فخامته صبع هذا اليوم بزيارة إلى مدرسة الأمل رقم واحد بمخيم دار السلام لتعليم الأطفال اللاجئين الذين يبلغ عددهم في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الفا واربعمائة تلميزا كما أن مدرسة الأمل رقم واحد تضم أيضا أبناء جنود المرابطين والمواطنين الذين يعيشون في المناطق المتاقمة لمدينة باقاسولا فخامت رئيس الجمهورية بعد الاستقبال الحار الذي حظي به من قبل التلاميس تبادل مع المعلمين والتلاميس وثم نجودهم نبزولا من أجل العمل رقم الظروف القاسية وأوضاع من العمل الحرجة رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبي إدنو شدد على ضرورة تعليم الأطفال دون أي تمييز وقال إن الحكومة عبر وزارة التربية والتعليم وترقية المواطنة ستسعى بكل ما لديها لتحسين الوضع وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لقطاع التعليم في مقاطعة كايا بجميع قرها ومدنها وخلال زيارته لمدرسة الأمل حس القائمين عليها بدرورة الاهتمام بتغذية الأطفال والرعاية الصحية والتركيز على المناهج وخاصة تلك التي تهتم بالتربية الوطنية وثقافة السلام زيارة فخامت رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى مدينة باقاسولة رغم أنها كانت تحمل طابعا أمنيا وسد التريق أمام جمعات بوخ حرام من كل النواحي إلا أنها أضافت طابعا إنسانيا وتنمويا يستحق الإشادة والأيام القادمة ستكون شاهدة على تنمية إقليم البحيرة في مختلف المجال وفي سياق متصل وأثناء لقاء رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديب إدنو بكوادر ولاية البحيرة تناول عدة نقاط همها حثوا الكوادر على الوحدة والتماسف اللي بناء المنطقة بصفة خاصة نتابع المقطة من خطابة رئيس الجمهورية عربت طابعة ناسف الانتقالية أظناء التعليم انتب 1986 لكوادر جميع المنطقة من معنا مساعدة أولاقي المناتظري أولاقي المنطقة على المنطقة من القناطين أولاقي المنطقة من الأمر أولاقي المنطقة أولاقي العالم هم هذه المنزلينة على مجموعة الدولية لم تكن من أحد المنزلين هم هناك الأساسي من المنزلين لكنها القدرة من كلها في التعالي إننا هناك مقدرة ومن يطارن من هذا القدر إن حكرا لكم بإجراءÓN وإن تحديد حدث كيف تحديد ما تحديد هذه are the treatment وإن تحديد في التقاطق هذه الغرية فإن اومتكار لها تبعز لها تبعز ومن احصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر